الخلاف على واردات نفط العراق بين الحكومتين في بغداد وأربيل مستمر وتتصاعد حدته بالتوازي مع تفاقم الأزمتين الاقتصادية والسياسية في البلاد خلاف قديم على ملف النفط بين الطرفين الجديد فيه هو إعلان سلطات شمالي العراق عزمها تأسيس شركتين كبيرتين لإنتاج وتسويق النفط والغاز في محافظات الشمال في خطوة الهدف منها الاستثمار في الطاقة بمعزل عن حكومة بغداد الخطوة الأخيرة عدها مختصون ردا من أربيل على قرار المحكمة الاتحادية في بغداد برفض قانون النفط والغاز الخاص بكردستان واعتباره غير دستوري حيث ألزمت المحكمة حكومة أربيل بتسليم واردات نفط الشمال إلى سلطات بغداد إلا أن أربيل رفضت تطبيق قرار المحكمة مطالبة بإعادة تشكيل المحكمة من جديد لكونها غير قانونية بحسب رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني وبدلا من ذلك تبحث أربيل في تقرير لحكومتها إمكانية التنسيق بين الشركتين الجديدتين من جهة وشركة النفط الوطنية وشركة سومو في المجالات ذات العلاقة من جهة أخرى على أن يجري التنسيق بين وزارة النفط في بغداد ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان بشأن ما ترى أربيل بأنه يمهد لتقاسم جديد وعادل لواردات النفط حكومة الكاظمي لم ترد على تحرك أربيل باتجاه إدارة وارداتها النفطية حتى الآن إلا أن مسؤولين حكوميين أكدوا أن خطوة أربيل تمثل تمردا على قرار المحكمة الاتحادية وتسلم السلطات في أربيل حاليا مبالغ 250 ألف برميل من النفط شهريا إلى شركة سومو بعد تدقيق نفقات وواردات كردستان مقابل صرف سلطات بغداد مبلغ 320 مليار دينار شهريا لأربيل إلا أن المبلغ تم تخفيضه إلى 200 مليار دينار فقط كل شهر دون سبب يذكر ما أجج الخلاف أكثر بين الطرفين بشأن تقاسم الثروات